بما أنه كمان نحن مشاهدين جلسين بنتكلم عن البطولات النسائية فعندنا نحن كمان معانا بطلة جديدة شابة منورة شاشات رمضان مريتا الحلاني اللي في السنوات القليلة هذه طلت علينا كمغنية وآخر كم سنة شفناها كمان كممثلة والسنة مريتا بتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل اسمه عشرة عمر من بطولتها والفنان جو صادر وهو أول مسلسل بدأ عارض حلقاته قبل رمضان بأيام المسلسل بيحكي قصة بنت بسيطة طيبة جميلة اسمها بيرلا بيموتوا أهلا في حادث مأساوي ولكن الأم تحديدا وهي على فراش الموت بتكشف سر خطير عن البنت ومن هنا بتنطلق الأحداث الدرامية أنت بنت كتير طبعية ما عندك تصمه ومنك بنت صدحية صدقنا ما رح أتركك رح أبقى أحدك لو شو ما عملت مريتا مو بس بصلة المسلسل فهي ما حرمت الناس كمان من صوتها وغنت تتر المسلسل موجوعة من غدر أغلانات موجوعة وتقفل الأحساس مكسور قلبي يا هوا وشوفي بعد أكثر حتى الجرح مال ودواك اليوم عم يكبر مكسور قلبي يا هوا وتنضم إلينا الفنانة مريتا الحلاني أهلا فيك معانا يا مريتا وكل عام وانت بألف خير يا رب رمضان كريم لإليك ولكاليا اللي عم بيحضرونا ومبروك العمل كمان مبروك البطولة يعني عمل واضح أنه مميز والكل بدأ يتابعوا قبل رمضان هل في أي سبب أنكم قررتوا يعني تخرقوا العادة وتبدأوا قبل رمضان أول شي مرسي كتير على الحكة الحلوة قبل ما اللي سمعت وكتي عم تحكي عنه يعني ببساطة كتير بكلامك وإن شاء الله يعني الناس تحب العمل ونحن بلشنا قبل بوقت لأنه المسلسل من أكتر من ثلاثين حلقة صحيح فأنتم كنتم عاملين حساب أنه على نهاية رمضان بتخلصوا عادي لأنكم بتكونوا بدئين من قبل يعني صح ويمكن يبقى يعني على أيام العيد كمان يعني معقول أوكي طيب إيش اللي جذبك في هذا العمل مريتا أنا أول ما قريت الناس حبيت القصة كتير يعني قصة قصة بنت متبنينا مضايعة أمها يعني في قصة شي جديد لألي يعني ما بيشبه الأعمال اللي قدمتها قبل والشخصية بيرلا كمان شخصية مختلفة فحسيت أنه ليش لا يعني حلو شارك بهذا العمل وبالآخر النتيجة حتى كتير مبسوطة يعني هلأ عم بحضر ومبسوطة كتير ومبسوطة بتفاعل الناس كمان لأنه في دراما كثير يعني مع كل حلقة جلسة الدراما بتزيد أكثر وأكثر بس كمان اللافت طبعا كمان في العمل مريتا وأنت قبل كده مشارك في أعمال اللي هي اللي بيسموها المشتركة يعني السورية اللبنانية هذا العمل عمل لبناني أنت كنت حريصة يعني أنه تشارك في عمل لبناني كنوع من الدعم للدراما اللبنانية ولا بتحسي أنه لا الموضوع عادي حسب ما يجي يعني العمل هلأ هو أكيد بيجي عروض وأنا بقرأ بيهمني أول شي النص بيهمني دورة بيهمني كتير عوامل يعني بتأثير وبحب كمان كنا عم بقدم شي مختلف ما كنا عم بيأخذ نفس الدور مثلا وكمان لأنه إنتاج لبناني ومع شركة مروى جروب للأستاذ مروان حداد يلي هو عطاني أول فرصة بطولة وقت صورنا مسلسلة حكايتي وانعرض سنت الماضي فأنا حبيت كرير هالتجربة معه وكمان الظروف يلي عنا بلبنان يعني حلو نشوف أنه في شركات بعدها عم تقدم أعمال والناس يعني عم تحضر فأكيد يعني فيه دعم هون كمان بس لازال بعض الناس بيقول حتى صورت مسلسل ايه تدلي كت عم بقول أنه قبل بيرلا عشرة عمر صورت مسلسل اسمه نازيف كان مشترك يعني فيه كان معنا ممثلين كبار سوريين كمان وكان معنا من العراق فصورت هيك وهيك ما عندي مشكلة ايه هو ما عنديك مشكلة وكان هذا الشيء كمان واضح حتى في عشرين عشرين والكلام هذا كله وحقق دورك وقتها يعني صدى كبير جداً بس لازالت الناس بتقول أنه الأعمال المشتركة أنجح وأكثر انتشاراً بتتفجي مع هذا الشيء لا أنا برأيي في كتير قصص بتأثر على الموضوع بس أوقات بتلاقي عمل مشترك وعليه انتاج ضخم الناس ما بتوصل لقلوب الناس ولا ما حتى بتاخد اكسبوجر أو يعني أوقات بيكون عمل بسيط وهيك بشتغلين عليه بانتاج أقل بس كمان بيوصل يعني منه شرط مش موجود هذا الحكة وهالأعمال يلي بتنعرض على التلفزيون بكونوا الناس يلي ما انهم قادرين يشتركوا مثلاً بمنصات على المنصات بيكونوا عم بيحضرواها ببيوتهم يعني نحن عم نفوت على بيوت الناس فكمان فيل ازاي يعني بهذا الموضوع ولي غنيتي تحديداً التتر في المسلسل هذا التتر كتير حالو بايدوي أو على فكرة يعني تانكيو تانكيو هلأ أنا بما أنه بغني يعني ليش لا ما غني كمان تتر المسلسل والمسلين يلي كانوا كانوا حابين أنه أنا غني والأستاذ ماروان أكيد المنتج وأنا فاهم المسلسل يعني مين قد رح يكون فاهم الشخصيات والقصة فغنيتها من كل قلبة للغنية يعني وحسيتها كتير وإن شاء الله تكون وصلت كمان لقلوب الناس لا وصلت وصراحة أنا جداً عجبتني يعني صراحة إني صرت بسمعها بمعزل عن المسلسل صرت بسمعها كأغنية تقدر تغني مقطع منها ولا ما بتحبيه؟ صح له؟ أه اه فينا طيب أغني لي ناس اللي هني قراب ما تسدون كلن حتى الصدق كذاب عالغدر بيدلن ناس اللي هني قراب ما تسدون كلن حتى الصدق كذاب عالغدر بيدلن مريطا خلينا نقول لك لموضوع الثاني كمان حلو جدا انت ان شاء الله يعني او خلينا نقول انت عروسة عشرين ثلاثة وعشرين خلينا نشوف بس لقطات سريعة من الاحتفال بخطوبتك هاي نحن بقلبي ايديا اللي بيزنحك اعطي قلبي بغار علي بس بحني بنرجع طبعا للعروس مريطة الف مبروك الف مبروك متى الفرح شكرا شكرا مارسي متى الفرح ان شاء الله نعم متى الفرح الفرح العرس يعني هسنة ان شاء الله ان شاء الله قريبا هسنة كيف كانت الاحاسيس يعني شفنا الاحتفال فيك وكده وحسنا انه يعني طبعا والدك كل التحية له طبعا كل التحية لعائلتك يعني كلهم نجوم بس حسنا والدك يعني جدا متأثر كيف كانت تقبله لانه في عريس جاي ياخد بنته يعني اكيد البي بتعرف بيكون معلق بولاده يعني بنته بالاخص وانا اول بنت واول حدا بيتجوز بالبيت فصعبة له انه كون عم بترك البيت وبحس يعني ما فينا كتير نحكي بالموضوع لانه منتأثر اكيد وبحس هو يعني بيفضل انه يلا ما ضروري كتير نفوت بالتفاصيل عرفته بس مبسوط يعني بيحبه كتير لانه لخطيبة كميل هو بيحبه كتير ومبسوط فينا يعني هلأ هلأ تقبل الموضوع اكتر واكتر بعد الخطبة خلاص صار بلش يفرح اكتر بالقصة خلاص صار امر واقع الآن صار قدام الموضوع صار لازم شوي تقبل يعني هي مشاعر مختلطة صح بين الفرح يعني مبسوط لقلي انه انا لقيت الشخص المناسب وعمل حياة حلوة وبي انه هو وزعلين انه يشتق لي يعني طبعا انا قلت له رح دال عندك كامير رح دال اجيل عندك اكيد طبعا ما في بنت بتترك يعني ابوها بس مريتا اكيد تابعت الاهتمام اللي صار شفنا الفيديوهات البروبوزل صار ترند الاحتفال في الخطوبة صار ترند كل شيء صار ترند ملابسك ملابس اختك ملابس مامتك كل احد كثير ناس اتكلموا عن الفستان اللي كنتي لابستي قالوا انه مريتا كانت لابسته في فيديو كليب من قبل هل هذا الكلام صحيح وبعدين عملوها انه ييي كيف مريتا بتعيد الملابس يعني حسسونا انه الموضوع عيب وانه محد بيعيد الملابس ابدا وكلنا جاسين بنعيد ملابسنا يعني بس انه بدي اكيد يعني بس تتكلمي عن هذا الموضوع اذا تردي عليهم على اكيد اول شيء مبسطت كتير بكل التهاني ويعني كل الرسيل اللي وصلتني من الناس واهتمامهم ومحبتهم الكبيرة وبموضوع الفستان انا عارفة انه لبسته من قبل ولبسته مرتين لانه فستان بحبه ومعندي مشكلة يعني فستان موجود عندي وبحبه بلبسه وما فيك ترد الناس يعني دايماً بيضال في شيء بدو ينقال يعني اذا البسته شيء جديد بدو نحكو اذا البسته شيء لبستي بدو نحكو فانه مش مشكلة كل واحد عنده رأيه وفي كل الاحوال اصلاً ما شاء الله عليك يعني انت حلوة والقالب غالب ولو ايش ما البستي اصلاً حلو والفستان كان حلو وكلنا بنعيد ملابسنا فانا حبت انك تردي على هذا الموضوع لانه الناس حسسوني انه كيف يعني بتعيد الملابس لا كلنا بنعيد الملابس لازم نعترف بهذا الموضوع يعني طيب مريتا لا انا مبسطت عفكرة لا كان فيت علاقات كتير حلوة انه كانت الناس عم بتقول انه بالعكس هيدا شيء حلو انا بتقصد ايام انه اعمل هيك شيء لانه في كتير بنات يعني اوقات فيه كمان نحنا عم نقطع بظروف صعبة يعني عنا انا فيه بنات يمكن انه عادة مش غلط لوعه خطبتك ولا مناسبة عيد ميلادك فيك تلبس الشيء اللي بستين من قبل يعني مانه هيدا 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 اصص سخيفة بالحياة بالنسبة لالي فيه اصصى فيه اشي اهم بكتير فانا هم جارب يمكن وصل كمان رسالة من خلال هذا الشيء ممتاز جدا طيب نحن بنشكرك جدا على وجودك معنا اليوم مريتا وبنتمنى لي كل التوفيق ومبروك المسلسل والبطولة وإن شاء الله تكسري الدنيا وإن شاء الله الفرح يكون أحلى فرح وتكوني أحلى عروس إن شاء الله شكرا لك مرسي كتير أنا مبساطة معكم وكل سنة وأنت بخير وأنت بخير